انا عدي الزاب العربية. يا نهار ازرق. امي اصلا انا عملت لك حاجة وانا لمستك اصلا. ده تستعبط. اهلا بيك يا شباب معاكم النهاردة برويان. اول استريم لية. زي ما تشايفين كده. حالة تعبانة خالص يعني. ومحتاج فلوس عشان نشتري جياس جديدة. سمع عليك يا شباب ازايكم عامليني واهلا بيكم في حلقة جديدة وسلسلة جديدة في القناة وهي محاكي اليوتيوبر. يا بصراحة مش جديدة قوي. هي اللعبة قديمة ونزلة من فترة وانا اول مرة العبها. المفروض ان اللعبة دي هيعيش فيها حياة اليوتيوبر ونتدي بقى نتطور كده واحدة واحدة ونشتري بيوت وعربيات. فعايزك قبل ما تبدأ حلقة النهاردة ما تنساش تصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وتنزل حالة انت. حط لي بقى اللايك الجميل بتاعك. عايزين نوصل فيديو ده كده على اكبر عدد من اللايكات. ويلا بينا. كده عن النهاردة هنبدأ سلسلة انطلبت مني كتير جدا وهي محاكي ليوتيوبر. وعلى فكرة مطور اللعبة دي نفس مطور لعبة محاكي مقهى الالعاب. يعني هتكون لعبة اكيد اسطورية. وعلى فكرة برضو اللعبة دي موجودة عندي عالجهاز بقالها سنة. وفتكرتها النهاردة بصراحة يعني. فالله بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اول حاجة وبعد كده هنختار الشخصية اللي احنا هنلعب بيها. انا شايف واحد قدامي مالطة هنا. المفروض ان احنا هنلبسه ونغير له طبعا تفاصيل جسمه والكلام ده كله. طيب اول حاجة هنختار الوش. عايزين نعدل شوية في الوش ولا نسيب الوش زي ما هو كده. لا بس احنا دي مش تنفع يعني. الخدود نخليها زماهية. ودي ايه برضو? اتوقع لدقنا. هنسيبها زماهية برضو. والعيون اوسحها وضيائها اكيد. كده انا بقيت شبه الصينيين صح? لا احنا ممكن نوسع العين ونخليها زماهية. تمام? كده كشري اوي بصراحة يعني. مش هينفع يعني. انا ملاحز حاجة غريبة جدا على فكرة. هي في الحواجب? والراجل ده ما عندهوش حواجب. طيب الراس. انا ممكن نكبرها ونصغرها. لا نخليها في الوسط. اللي هو الجسم. لا ده كده. مش هينفع. ده انا كده بقيت عملاك والله. لا 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 يرجع تاني زي ما كنت. وممكن كمان نعرض الدراع. لسنا لسه جامل جيم وكده. ممكن نحط كرش. ممكن نشيل الكرش. حلو. لأ نسيب عضلات البطن. عايزين نبقى بناقات من طبيعيين يعني. تمام? اقدر احط الحواجب. انا من ساعتها بحاول ازبط الشخصية تكون شبهي. بس الظهر كده مش نافع خالص الموضوع ده. ممكن نختار دي. ماشي. وعندنا العيون. ممكن احط عيون قطط. وعيون كلاب. ايه ده? آآ ممكن نحط عيون كبيرة. لأ لأ. سواني. هنخلي العيون زي ما هي. نقدر نحط كويس. ونغير لونه كمان. ممكن اللون الرصاصي ده ماشي شغال. مفيش مشكلة. وعندنا كمان الشعر. نحط شعر. عايزين نحط دقن بقى كمان. اقدر احط دقن. واقدر البس حاجة تحت طبعا. عشان ما ينفعش اكون عريان بالمنظر ده يعني. عايزين بنطلون يكون سادة كده. لأ يا معلم احنا مش طالعين البحر. مش طالعين نصيف احنا. احنا رايحين نشتغل اكيد يعني. سواني كده. اقدر غير اللون ده. ما اقدرش غير لونه. لأ انا مش عايزة بقى شبح في نفسي كده. طيب عايزين بنطلون يكون سادة. اتوقع كده كويس. سواني كده. هنغير اتشارت باللون الاسود. لأ سواني. ممكن نحط اللي عليه جوم ده جامد والله. نغير ايه تاني? نلبس كوتش. ايوة ده جامد. دي شخصيتنا اللي احنا هنلعب بيها كل الحلقات الجاية ان شاء الله يعني. وطبعا جاهز لأي حد عشان اضربه ان شاء الله جوه اللعبة. زي ما انتم شايفين اتمرنت في سانيتين. او الله عزين بصوا دراعي ما شاء الله. طيب ايه خلونا نخش بقى على اللعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده? المفروض ان انا كنت نايم تمام. والكلب ده بيصحيني. اول حاجة هنا بيقول لي اضغط على السهم الفوق عشان تفتح التلفون بتاعك. خلونا نفتح التلفون بتاعنا اتوقع ان المنبه شغال فيه. انا صاحي دلوقتي الساعة تسعة وربع. والوقتي بيجري جدا. عندي شوية مهام كده على اليمين. المفروض ان انا هكلم واحد اسمه موسي. والمفروض ان انا هاخد منه اجزاء الكمبيوتر للعربية. وعندي الصحة والهلس والاستامنة كلها تحت على الشمال. وهنا كمان باكل وباشرب وبخش الحمام. وعندي كمان درجة الحرارة بتاعتي يعني. ازا كنت سخن ولا تعبان ولا الكلام ده. طيب الكلب ده تابع مين بقى? موسي دوج. اتوقع ده تابع الشخص اللي احنا هنروح نكلمه. هو باعتلي الكلب ده عشان يصحيني يعني. طيب خلونا كده نستكشف المكان اللي احنا فيه. زي ما انتم شايفيني المكان كله. خرابة. انا سمعت صوت ضرب نار على فكرة. ايه اللي حصل. وحد تقتل هنا ولا ايه? طيب الكلب ده يفضل واقف لي هنا كده? طيب خلونا ننزل تحت كده. نشوف ايه الكصة? بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده? هو ده موسي? سمعوا عليكم صباح الفلة معلن. ده هو اللي ضرب نار على فكرة. ده معامو سبس في ايه ده هو? انتقعد هنا بتعمل يا معلن. ومالك بتتطوح كده ليه? في ايه وقتل حد هنا ولا ايه? طيب هو ده البيت اللي احنا موجودين فيه? اتوقع ان الراجل ده مستضيفني عنده يعني. انا قاعد عنده يومين تلاتة كده بريح او حاجة زي كده. طيب المفروض دلوقتي مطلوب مني ان انا كلم موسي. مكتوب ماد موسي. موسي المجنون. طيب انا عايز امشي بقى بسرعة. انا خايف يقتلني والله. طيب خلونا كده نكلمه. دلوقتي انا المفروض هسأله على حاجته. ايه صوت ضرب النار ده? او ايه المكان اللي انا موجود فيه? طيب اسأله على ايه? نسأله على المكان اللي انا موجود فيه? ان شاء الله مش هعمل لي حاجة الرجل ده شكله كده باين عليه محترم يعني. بس روها دلوقتي مش على بعضه يعني فانا قلقان منه بصراحة. طيب خلونا نسأله بس على المكان اللي احنا موجودين فيه. انا دلوقتي بقوله انا بعمل ايه هنا? بيقول لي انا مش فاكر اي حاجة. قللت امبارح. انا بسأله دلوقتي ايه اللي حصل? امبارح. بيقول لنا مش قادر اشرح لك دلوقتي انا هيغمى علي. انا والله يباين عليك بصراحة يعني. انا خايف اتكلم مع اكتر من كده. المفروض دلوقتي هسأله على الفلوس. بيقول لنا اشترت لك بقى كمبيوتر وهتاخد الكمبيوتر ده عشان ترجع للبيب بتاعك يعني. طيب خلونا ننهي معا الكلام. الرجل حالته صعب اوي بصراحة يعني. اسيبك انا بقى معلم. طيب المفروض ان فيه كمبيوتر اشتراهولي. اتوقع هو الكمبيوتر ده. المفروض هناخد الكمبيوتر ده كله باجزاؤه. وننقلها على العربية. اللي هي المفروض موجودة فين مش عارف. اكيد برا البيت يعني. طيب خلونا كده نستكشف البيت الاول. في حاجة هنا في البيت. هو انا اتوقع مش محتاجح حاجة هنا في البيت خالص يعني. اللي هي بيت تاني على بعد الف متر. لازم اروح للبيت ده. طيب خلونا بس ناخد الحاجة دي معنا. معنا هنا شاشة ومعنا هنا والماوس وكست الكمبيوتر والكيبورد وكارت الشاشة ولا جي تي اكس تسعونية وخمسين وهارد واحد تيرة وكور وعندنا هنا كمان الرمات. اللي هي طيب عايزين ناخد بقى لحاجة ديت الاول نفتح الباب ده. اه تمام العربية موجودة قدام البيت عندنا. خلونا بقى ناخد الحاجات دي. ما اقدرش اشيل اكتر من حاجة سواني كده نجرب. ما اقدرش اشيل اكتر من حاجة. طيب خلونا دلوقتي ان الحاجات ديت جوه العربية. نحط الحاجات هنا. اتوقع في شنطة العربية تمام. اه ننقلها ازاي بقى? سواني كده. تمام انا باخد الحاجة من ايدي وبعد كده ننقلها لشنطة العربية. شنطة العربية بتاعتنا بتشيل حوالي اتناشر حاجة والمفروض ان انا معي شنطة بتشيل اربع حاجات. وبدأ معي دلوقتي امنمية وسبعة دولار. كويس ان انا معي فلوس في البداية كده. طيب دلوقتي خلونا نحاول كده نشيل اكتر من حاجة بدل ما نروح واجي. اام عندنا المزر بورد ان نقدر نشيل حاجة كمان. طب الشنطة دي بتتفتح ازاي? سواني كده نشوف. تكت على زرار الاي فتحت والله. نفس الزرار اللي بيتفتح فيه الشنطة في كل الالعاب يعني. طيب بالمهم خلونا بقى ناخد دي من ايدي. ونحطها جوة الشنطة. تمام. ونقفل الشنطة بتاعتنا. وناخد كمان الكيبورد. سواني نقدر نشيلها من هنا كده. ونحطها هنا. تمام. وعايزين ناخد معنا كمان كرت الشاشة. عايزين نمشي بسرعة بقى. يعني نخف كده معلم. خف كده بالله عليك. لحسن فيه واحد مجنون معنا هنا في البيت. اتوقع منه اي حاجة دلوقتي يعني. طيب ناخد كمان الهارد. ونحط الهارد ده هنا. تمام. وعندنا كمان البروسيسور. وهننقله. اتوقع كده الشنطة ملت. طيب دلوقتي خلونا نمشي على العرباء بتاعتنا. العرباء بتاعتنا خردة قوي والله العزيزين. طيب خلونا نحط الحاجات دي في الشنطة بتاعة العربية. ناخد الحاجة من ايدي وبعد كده نحطها في شنطة العربية. وننقل كمان الكيبورد. وننقل كمان كارت الشاشة. وخلونا ناخد بقية الحاجة. عشان نمشي من وش المجنون ده بسرعة. طيب معنا هنا كست الكمبيوتر نحطها في المكان ده. تمام. ومعنا كمان الموس. واتوقع كده خدنا كل حاجة. فاضل بس الرمات. طيب هاتلي الموس دي. نحطها جوة الشنطة. وعندنا كمان الرمات الرمات دي كان بقى. نسواني كده. رمات واحد جيجا. ياه. ياه. ولا ايه اللي قوي والله العظيم ده جاس غربان. اسطح انت شكلك كده تحكت علي والله. اقول لكم اكد مش عايز اتكلم معها بصراحة. انا خايف. طيب هنسيب بقى البيت. ونروح للبيت بتاعنا. المفروض يعني. طيب اه دلوقتي نده نتحرك الاول بس ننقل الحاجات اللي معنا دي. ولا كده كده معايا في الشنطة مش مهم. عادي مفيش مشكلة. خلونا بقى دلوقتي نتحرك على البيت بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم. هنشغل بالعربية دي ازاي? في عندنا فرامل يد. اتوقع هنشيل فرامل اليد دي. بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. يا نهر ازرق دي عربية كحة خالص. ده احنا هنوصل البيت في ساعتين والله. طيب اتوقع ان المشوار مش بعيد ان شاء الله يعني. هما تسعمية متر ولا حاجة ونوصل البيت ان شاء الله. السنة الجاية. طيب يا رب بس ما نغبط في حاجة يعني. ان شاء الله. اتوقع طريقنا دلوقتي سلك. خلاص فاضل ستمية متر ستمية وخمسين. فاضل خمسمية متر. يا مساهل الحال يا رب. يا ربنا الامة العربية دي لحسن تتقلب. ولا يحصل حاجة والله. طيب اتوقع ان احنا وصلنا للبيت بتاعنا. لأ سواني بقى كده عشان العربية دي رخمة جدا. صباحة رجالة. ايه ده? احنا وصلنا مدينة. صباحة كده ننزل من العربية وننزل من العربية دي ازاي? خراب السود على صوت الكركبة اللي في العربية. اتوقع ان احنا بعد كده ان شاء الله يعني هنطور العربية دي. او هنشتري واحدة جديدة. ان شاء الله يعني. طيب انا سمع السوق موسيقى قديمة جدا. ايه المدينة دي بقى? دي قرية دي ولا ايه? دي مش مدينة على فكرة. انا سمع السوق طلع من البيت ده. طيب المفروض ان البيت بتاعي على بعد خمسين متر. سمع عليكم صباحة لفلها معلق. طف هنا بتعمل ايه? وفي عندنا اتوقع محل هنا بس الاول عايزين نخش البيت بتاعنا. فلو ما كده نروح للبيت? وانا سبت العربية بعيد ليه كده? انا كنت دخلت بالعربية بس هدخل ازاي? دي مدينة خربانة يا معلق. يا نهار يا زرق. وانا هبتدي المشروع بتاعي من هنا ايه? وانت الحقيقة يا معلق بيقول لي لازم تروح الطويلت حالا. لازم اروح الحمام. طيب خلونا كده نركب العربية بتاعتنا تاني. ونحاول كده نروح للبيت بتاعنا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب يا معلق. حسب يصطح. انا عدي ازاي بالعربية. يا نهار يا زرق. ايه ده? ايه ده? ايه ده? لا مش انا مش انا. مش انا مش انا. يا صاحبي. صباح الفل ايه ده? هو تشلي ده ولا ايه? ايه ايه اللي حصل له? ايه معلم فوق فوق كده فوق. امي اصلا انا عملت لك حاجة وانا لمستك اصلا انت هتستعبط. انت اللي جاي وقف قدام العربية. لا استعم ام اتها الزرش. ده واقع على الارض ما اقامش تاني خالص والله. طيب خلونا نركب العربية بتاعتنا. معلش بقى. هو كده كده ما حد شفني يعني. طيب ايه? نتحرك على البيت. العربية مش عايز نتحرك والله ايه ده? طب وبعد ايه? عربات حشرت يا جماعة من اولها. لا الحمد لله طلعتها هيت كويس. طب انتم مقافلة عربية هنا ليه في الطريق يعني? طب انا عدي ازاي? وبعدين ايه الناس الكتير اللي عمالها تتحرك في المدينة دي? طب انتم ماركوش شغل يا اسطح ولا ايه? ايه ده في واحد ايه بيبيع اسكريم قصاد البيت عندي على فكرة. طيب اه وزمزور جنبنا يا 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 على ايام يا جدعان. يا على الايام. طب احنا عايزين نوقف العربية دي. هتفضل شغالة ولا ايه? طيب اه مجرد ما بنزل منها بتوقف يعني. عندنا الزمزور هنا. ليل ده خل علينا بسرعة كده ولا الحي تعمل حاجة لسه. طيب زمزور جنبي اللي هو امازوني يعني اللي انا بشتري منه قطع الغار والكلام ده. طيب خلونا كده نخش البيت بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم وتوقع ان البيت ده ايجار اكيد. طيب اه اول حاجة عندنا ان احنا هنزبط البيت ونروأ الترابيزات والكراسي والكلام ده. طيب بيقول لي لازم تخش الحمام. طيب انا اخش الحمام فين يعني? عامل على الارض ولا عامل ايه بس? مش عارف والله. طيب اه خلونا كده نزبط الحاجات دي. اول حاجة هنشيل الترابيزة هنقدر نلفها تمام ونحطها هنا في المكان ده. نفس المكان اللي هي وقع فيه. ايه ونحطها هنا وهاتلي كمان الكرسي هيتحط هنا تمام? وعندنا كمان ترابيزة آآ ده سرير. اقدر دلوقتي نعم على طول على فكرة. بس هنمس ازاي وانا بطني واجعاني. عايز اخش الحمام. طيب وعندنا كمان دي ايه دي? ده رف. نقدر نحط الرف ده فين هنا مسلا كده? ماشي? في اي مكان عادي. ما فيش حمام في البيت ده? فيه عندنا رسمة هنا. هتهالي كده. هنحطه هنا. آآ مسلا نحطه جنبنا هنا كده ماشي. تمام? المفروض دلوقتي مطلوب مني ان انا جمع الكمبيوتر كله على الترابيزة دي. وسجل في موقع اسمه طيب المفروض ان انا محتاج اكل. انا مش عارف اكل ايه بصراحة ولا اكل من ايه هنا. سواني كده. احنا ممكن نشتري من الراجل بتاع الاسكريم ده. صباح الفلة حجب. اخبارك ايه? من لعليك عايز ايس كريم معلش. طيب كلمة ايس كريم ممكن نشتري كمان اسكريم بعشرة دولار. انت مش راضي تبيع لي ليه امعلم في ايه? وانا بدفع لكش فلوس ولا ايه? طيب انت واقف هنا ليه امعلم? يمشي من هنا بعد ازنق. يا انه يا راز زرق. وانت واقف عاملك كده ليه يا اسطح? تمالك. انا قلقت والله من المدينة اللي انا موجود فيها دي. دلوقتي خلونا ناخد بس الحاجة اللي معنا. في فاضل مكان معنا في الشنطة. نقدر نلقل فيه كمان الكيبورد. ويخلونا نحط الحاجات ديت على الترابيزة. طيب اول حاجة هنفتح الشنطة بتاعتنا وناخد كيسة الكمبيوتر. ياخد وقت كبير قوي على ما ينقلها من الشنطة لايده. طيب هنحط الكيسة الكمبيوتر مسلا فوق الترابيزة هنا. نلفها مزبوطة هنا في المكان ده. كده الكيسة مزبوطة? لا مش مزبوطة. طيب عايزين ناخدها تاني. ونحطها مزبوط. كده اتوقع وش الكيسة بتاعتنا. خطوها هنا. دي كيسة معرفنا جدا والله. طيب انا لسه ما اي حاجات في الشنطة انا راح في انا مستعجل على ايه? طيب معنا كمان الموس. هنحط الموس هنا على المكتب. ومعنا كمان آآ الرمات. اتوقع ان الرمات دي هتتحطوا جوه الكيسة. سواني كده? آآ آآ عايزين نحطها جوه الكيسة. تمام? اقدر افتح الكيسة بتاعتنا. ونشيل الرمات دي نحطها في المكان بتاع الرم. دلوقتي الكيسة دي بتشيل اربع رمات على فكرة. احنا معنا رم واحدة بس. فاضل معنا الكيبورد. طيب انا في حاجة دلوقتي بسأل عليها. هو انا لو ما دخلتش الحمام الا احسن. وبعدين فين الحاجات اللي بتعرفني الهيلس والاكل والشرب والكلام ده راحت فيه. مش كانت تحت موجودة على الشمال. ما علينا. مناش دعوة. طيب خلونا نركز بس على الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي. هنشيل البروسيسور وناخد كمان وهاتلي كمان الشاشة بالمرة. كده شلنا كل حاجة موجودة معنا في العربية. والله انا الان من الناس اللي موجودة في المدينة دي. ده استنتعينك من العربية ولا ايه? في ايه? الناس كلها جاية واقفة قدام البيت ده مستغربة وجودي هنا. طيب خلونا نحط الشاشة. طبعا شاشة قديمة جدا. نحطها هنا. المفروض ان الشاشة مكتوب عليها. كل حاجة نقصة في الكمبيوتر. فاضل. ايه تاني? الكرسي. ازاي بقى? الكرسي موجودة? معلينة. هناخد بقى كارت الشاشة. يبني خلاص يبني. عمال يقول لي لازم تخش الحمام. لازم تخش. انت بعمل ايه طيب? خش الحمام فين المش عارف. طيب هنحط كارت الشاشة. الكيسة دي بتشيل كارتين شاشة على فكرة. ونحط كمان البروسيسور. ومعنا الهارد. هنحطه في او الهارد تمام? ومعنا كمان. طيب اتوقع الكيسة بتاعتنا كده كاملة. كده كل حاجة كاملة. هنشغل بقى الكيسة دي. هنشغلها ازاي? نضغط على زرار عشان نشغل الكمبيوتر. يا نهار ازرق. ده كمبيوتر وحة خالص. ان شاء الله هنتطور بعد كده بازن الله. المتوقع ان احنا هنتطور كتير يعني. ان شاء الله يعني. طيب. المفروض دلوقتي ان احنا نسجل في برنامج اسمه بلندر. بس بس نكمل كده الاول في الكمبيوتر نستكشف كده الكمبيوتر. مفروض هنقعد بقى على الكمبيوتر عشان نشوف ايه اللي موجود فيه. اول حاجة عندنا الكمبيوترز ودي ايه دي? المايقات مفيش مايك على فكرة. المفروض دي بتاعت الكمبيوتر. يعني مسلا فيه هنا ده لو الكهرباء قطعت وعندنا ماكروفون وعندنا نضارة والويب كام والهيت فون. كويس والله فيه تفاصيل حلوة هنا. طيب وهنا كيست الكمبيوتر. التفاصيل بتاعتها كلها او المكونات بتاعتها. عندنا هنا خمسين جيجا. زامزونج. وزنتل زنتل ايه وان. وزاروس اسامة غريبة جدا يعني. لها الاورس. وما فيش كارت شاشة. لا فيه كارت شاشة. جي تي اكس تسو مائة وخمسين يو. اه دلوقتي المفروض عندنا ايه هنا في الكمبيوتر? في حاجة اسمها الاوقات بتاعت الستريم. ستريم كالندر. اه يعني ازبط الاوقات بتاعت الستريم. عندنا هنا التوتوريال دي اقدر اتعلم منها اي حاجة انا محتاجها. طيب حلو. دلوقتي انا عايز اخش بقى الحمام. علمني بقى ازاي اخش الحمام. دلوقتي المفروض عشان اخش الحمام لازم اشتري طويلت من زمزور. طيب انا في البداية لسه معايش فلوس يعني. افضل بقى مسيكها لغاية لما يبقى معايا فلوس ان شاء الله. طيب. وهنا اللي هي الخلفية بتاعت الجهاز. عايزين نغار خلفية تكون كويسة كده بدل خلفية المعفنة دي. اه ممكن نختار اه اتوقع دي. اللي فيها البطاريك دي. طيب هو عندنا هنا الويب. خلونا بقى نفتح الويب ينهر زرق كل دي تطبيقات. طيب اه خلونا بس نركز على الحاجات اللي هو طالبها مني. اول حاجة هسجل في برنامج او في موقع اسمه بلندر. اتوقع ده. يا خرابي ده لنت عندي شلق. مش عندنا يعني جوه اللعبة. بصوا بيحمل تحت. بالعافية والله. اتوقع هنطوره بعد كده اكيد. طيب المفروض دلوقتي ان انا هسجل على الموقع ده الاول. سواني كده. اه ده موقع اللي ستريمات. اللي انا هطلع عليه ستريم. فيه ناس اصلا بتتفرج كتير اهيت. وفيه ناس عاملة ستريم. طيب دلوقتي خلونا نسجل على الموقع ده. اول حاجة هنكتب الاسم في الموقع. اكيد ابو ريان. تمام. وهنسجل كمان بصمة. عشان الحساب ما يتسرقشي. وكده خلاص عملنا على الموقع ده. طيب دلوقتي بيقول لي افتح التليفون الاول. طيب احنا سجلنا على الموقع ده خلاص يعني. طيب نطلع من الكمبيوتر ده ازاي نقدر نطلع من هنا اتوقع بالكيو. تمام? بيقول لي افتح الموبايل بتاعك وافتح الماب. طيب هو بيعرفني ان فيه ماب هنا او خريطة يعني. طيب هنفتح الماب اتوقع دي. تمام? ايوة انا موجود هنا. المفروض ان انا في بيت رقم واحد يعني اتوقع بعد كده هنشتري اكتر من بيت. عندنا بيت رقم اتنين. تلاتة اربعة خمسة. بس طبعا انا عندي بيت واحد دلوقتي. وده المحل بتاع البيتزا وفيه عندنا هنا اكتر من مكان. فيه محل اه حيوانات اليفة وتاجر وزمزور وايه ده? تاجر عربيات والكلام ده. طيب اه المفروض بعد كده انا هعمل ايه? اه تمام. المفروض دلوقتي ان انا هشيلي العلامة من على البيت رقم واحد. بس كده. طيب دلوقتي مطلوب مني ان انا هنزل برنامج اللي هو انا اصلا بسجل عليه دلوقتي. في الحقيقة يعني. طيب خلونا كده نفتح الكمبيوتر بتاعنا. يا معلم بقى هده بقى معلم بقى. بطني عمالة زغور من قلة الاكل. طيب المفروض هنزل برنامج سواني من هنا مسلا نرجع. خلاص يا معلم بقى خلاص استحمل بس شوية عشان نعرف بعد كده احنا هنجيب اكل منين يعني. لسه بتعلق. طيب المفروض هنزل برنامج هينزل بقى منين? فين فين? فين? يا معلم? لا ده النت ده شلل بصراحة. بس صحيح. هو النت هيكون في المنطقة اللي انا قاعد فيها دلوقتي حلو ازاي يعني? المفروض هنزل تمام? لا معك ربنا بقى. ده لسه هياخد وقت كبير قوي على ما ينزل. والمفروض ان احنا هنشتري ماكروفون من على زمزور. طيب بالمرة كده اعمل برنامج ده ينزل بالسلام ان شاء الله. خلونا كده نفتح زمزور ولا ثواني كده اكدعان. واحنا ممكن نروح لزمزور اصلا بنفسنا. الاول بس عايزين ننام. لا النهار طالع علي والله. طيب خلونا كده نروح لزمزور. ايو هو ده. عايزين نشتري ماكروفون. قدر اخش هنا. صباح عليكم. صباح الفلة معل. صباح الفلة باش قال لا. وانتاخل الراجل اللي بيبيع الايس كريم برة قدام البيت عندي. انت بقين تعمل عليها شغلة هنا ولا ايه? طيب المفروض دلوقتي هنشتري من هنا ماكروفون. فين بقى المكروفون? مافيش ماكروفون هنا. وانا ماقدرش اشتري حاجة من هنا. اقدر اشتري على طول. بس فين المكروفون? مش عارب. مافيش تصدقوا ماكروفون هنا في المكان ده. فيه كاس كمبيوتر وفي كيبوردات وموسات وكرود شاشة والكلام ده. طيب خلونا نطلع من هنا. المفروض هنطلبه من على الكمبيوتر عندي. طب عايز انا اكل طيب. اكل من اين? بطني كده هتوجعني على طول. ناكل ايس كريم مافيش مشكلة ورخيص يعني. ننفع الراجل اللي قدام البيت عندنا. طيب البرنامج نزل ولا لسه? سواني كده. مش في البرنامج نزل ولا لأ? ايه ده انت لسه ما نزلتش? اه نزل اهو اخيرة. مفروض هنشتري بقى دلوقتي مايكروفون من على زمازور. اكيد طبعا انت يوتيوبر ويطلع استريم لازم يكون عندك مايكروفون يعني. كده مش هينفع تقعد ساكت يعني كده. كمبيوتر ده هجيب لي شلل والله العظيب. بسبب النت اللي عليه ده. عايزين نبقى انطور النت بس ما عناش فلوس. نروح على زمازور. عايزين نطلب اعفن 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 مية. انا كل اللي معايا دلوقتي وكل اللي حلتي 800 دولار يعني هيعملو ايه ولا ايه? طيب اه بنقدر نشتري من هنا الميكروفون من على زمازور. فين بقى الاكسسوريز الاكسسوريز الاكسسوريز. اه فين? وما فيش اكسسوريز ازاي? الماوس كمبيوتر سي بيو. اه رام كاميرا اه جيم كونسول هيت سيت مايكروفون. تمام. اعفن ميكروفون بكم عندك هنا باشا? 97 هاتلي مايكروفون معفن خالص. ما فيش حاجة رخيصة. كله بقلوفات كده. تم غليين عليها من اولها. عندنا ميكروفون ب 97 دولار. خلونا بس نتأكد ان هو رأيت مني من اولها ولا ايه? طيب خلونا نشتري اعفن ميكروفون اللي هو ده. هنحطه في السلة وبعد كده نشتري. ندفع تمام? مفروض دلوقتي ان انا ابعت كل فلوسي من البرنامج بتاع البانك. كلام ده هيتم في التليفون. طيب عندنا برنامج في التليفون اللي هو بتاع البانك. تمام هو ده كل الفلوس اللي حلتي 1137 دولار. فالمفروض ان انا هبعت كل الفلوس للكريدت. مش عارف ليه? اتوقع عشان هنشتري العب بعد كده من على مسلا. تمام? بعتنا كل الفلوس كده خلاص. طيب والمفروض دلوقتي ان انا هطلب اكل. مش لما يوصل الاول ماكروفون والطم ان هو وصل. بعد كده هطلب اكل. خلونا كده يا جدعان نطلع نستكشف المدينة من برة. نشوف كده لو في مطعم هنا. بس بصراحة انا متوقعش ان يكون في مطعم في المدينة. طري اللي انا قاعد فيها دي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا كده نستكشف المكان. في حد فاتح جنبي هنا. مش عارف ده فاتح ايه? ايه ده? ده المحل كله خرابة. ولا ده بيت ولا ايه بالزبط? البيت كله من الصاج على فكرة. وفي واحد واقف هنا. مش عارف هو واقف مزنوق هنا في المكان ده ليه كده? ده حد مزنبه والله. انت خايف من الحد? انت خايف تطلع من هنا ولا ايه? الراجل ده شكله كان بيتخنق مع حده مستخبي. خلاص ياسطة خلاص ياسطة. المفروض دلوقتي انه بطني بتوجعني جدا. سواء ايه كده? نبص هنا برا. في حاجة هنا. ده اللي هو اتوقع دي اسم لعبة. طب على المطور برضو. ممكن نبقى نلعبها لو انتم عايزين نلعبها. طبعا اللعبة دي شبه حرص الحدود يعني. بس ادم منها بكتير. طيب خلونا نبص هنا على الاماكن دي. الاماكن كلها فاضية ومهجورة والله. ده كويس ان فيه ناس عايشة معي هنا. اه يؤنسوني. طب مفيش مطعم طيب قريب من البيت عندنا. يعيني الراجل ده لسه موجود لغاية دلوقتي هنا محد الشالو. ده اللي انا خبطه في الاول. طيب خلونا نبص هنا نشوف المحل ده. محل ايه ده? اه تمام ده محل بيبيع قطط. كويس والله يعني احنا بعد كده هنربي قطط معانا يعني. طيب دلوقتي بيقول لي لازم تاكل. فين طيب المطعم? اه في مطعم هنا اه. وده مطعم. سمع عليك سباها الفلة معلق. وده مطعم ده ولا ايه? فين الاكل طيب? يا جماعة محتاج اكل بسرعة عجعان. بطنه عجعاني. خش انا اتعامل مع نفسي انا انا اللي اطبخ الاكل النفسي مسلا. اه ده تقريبا كده مطعم مهجور. صاحبه فين طيب? معاني الكراسي الشكلها حلو. انت صاحب المطعم? ده معلق انت راح فيه? الناس دي ماشي عشوائية كده في المدينة. مش عارفين هم راحين فين وجاين من ايه. دي تلاجة كوكاكولا بس قديمة جدا. مش عالف ده ايه الصراحة. طيب هو الظاهر كده لازم اطلب اكل من عنتي يعني. بس عايزة اتطمن من الحاجة اللي هتوصل. خليك انت هنا كده عمعلك. حدش هيعبرك والله. انا ذات نفسي تاه في المدينة. طيب خلونا كده نشوف بتاعتنا وصلت لفين? المفروض دلوقتي انا طلبت المايكروفون. فين بقى المايكروفون ده? سواني لزا مزرح فين? ايوة ده. كل ما نخش بقى نحمل موقع يقضي حملت ساعتين. طيب بتاعتي فين? تمام. لسه ما وصلش. توقع ان هو ممكن يكون بيوصل تاني يوم. طيب خلونا كده نطلب اكل ونطلب كمان انا بقى لي يومين تقريبا لغاية دلوقتي جعان يعني. هنطلب اكل من هنا هنطلب حاجة بقى رخيصة على قد فلوسنا يعني. ممكن نطلب مسلا دوناتز باتنين ونص دولار. سواني كده? لأ انا عايز بيتزايا بصراحة. نفسي راحة للبيتزا. فين البيتزا? مفيش بيتزا هنا? فين نطلب اي حاجة وخلاص ولا اي حاجة. راجل بتاع اللي برة مش عايز يبيعلي مش عارف لي ايه. اه ممكن نطلب كوباية شاي. كوباية شاي هتوصل والله العظيم مية مية والله. ظهر كده في كافتيريا والله اهوة فتحة جنبنا يعني. طيب وعندنا كمان الكولة ام وعندنا كمان دوناتز. هاتلي دوناتز. دوناتز ماشي رخيصة. هنشتري اتنين. تمام? اه المفروض دلوقتي هنطلب ده بتسعة ونص دولار. تمام? والمفروض هنشتري كمان من على زمزور. ليه قادة الحمام? تم تقول لي بقى كل مرة واحدة معلم انا كنت فتح الزمزور دلوقتي. يقعد يحمل ساعتين والله. انا باتعمل موضوع ده. نت بطيق قوي. هنطلب اه اه قادة حمام من هنا. في حد بيرن علي. وفي حد عارفني هنا اصلا في القرية دي. في لابس كمان ممكن نطلبه من هنا. وعندنا كمان الاساس. اطلب مسلا تكييف كنب. مش عارف ايه كلام ده كله. والمروحة. لقى قاعدة حمام هناك. يستنى معي الف ما سبعة عشرين دولار قاعدة تحمام خمستاشر. طيب نطلب اللي هي بامتين وخمستاشر اللي هي قل حاجة دي. مش هتفرق يعني عادي يعني غالية او رخيصة. طيب دلوقتي خلاص بيقول لي روح نام عشان تزيف اللي انت عملته. طبعا هلنام على السرير المعافن ده. ماشي نام باشا بكح وبعمل حاجة تانية. طيب المفروض كده كل المهام اللي مطلوبة مني اتعملت يعني. طيب خلونا نشوف الحاجة وصلت لنا ايه ده? ترى من هنا على الارض كده ليه? الحاجة بتوصل اصاب بقى بالبيت على طول. طب فين بقى المايك? اهم حاجة عند المايك. ايوة قاعدة الحمام والمايكروفون. كل دي كارتونة. عشان المايك. ايوة هاتلي كده المايك ده. تمام? هنحطه عندنا في الشنطة. هاتلي التويلت ده بعد اذنك كده. هنشيله. بسرعة بقى عشان بقى لي ومين ما دخلتش الحمام مش قادر. هتوقع كمان على فكرة. طيب الاول بس ناكل. لاني نجعان جدا. هاتلي الاول الدوناتس. اكلها. تمام? وعندنا كمان المشروبات. المفروض ان الحاجات دي بتديني الطاقة. وعندنا كوباية شاي. انا كده ضغبط في الاكل صح? وهاتلي الدوناتس دي كمان. طيب اه كده كلنا وشربنا وزبطنا حالنا. دلوقتي بقى عايزين نحط المايك اللي معنا. هاتلي المايك كده في ايدي. سواني بقى نحط هنا في المكان ده. ما خلاص بقى معلم بقى. بيقول لي لازم تاخد شوق. مش وقته والله مش وقته. ندخل بقى على الكمبيوتر بتاعنا. اتوقع دلوقتي الكمبيوتر وصل في المايكروفون. سواني كده? اه في مايكروفون اه. تمام. طيب دلوقتي عايزين نفتح هنفتح الاو بي اس استريم كي. اه تمام. والله باشا ما عملت حاجة. ايه ده الكمبيوتر اتحكر ولا ايه? والكمبيوتر اتحكر زد اي جي في. لازم اكتب الحاجات دي. زد اي جي في. الحمد لله عملت بلوك للهاك. كويس. يعني الكمبيوتر كمان بيتحكر عندنا هنا. النصاب اللي كلها بتيجي ورا بعضها دي. طيب المفروض ان احنا عايزين من برنامج البلندر. اتوقع يعني. فخلونا كده نفتح البرنامج ده. هروح هنام لانا بقى ساعتين على البرنامج افتح. مش المفروض ان انا سجلت على الموقع ده. ايوة ابو رايان. نحط البصمة. تمام? وبعد كده نعمل تمام. كده دخلت على بتاعي. عايزين ناخد اه اتوقع دي. دي المتطلبات عشان اكون شريك في البرنامج ده يعني. عشان اكسب منه. لازم تكون مشاهدات بتاعتي الربع ومية والمشتركين مية وخمس تلاف فولور. اجيب الكاي ده من اين طيب? داشبورد اه اتوقع من هنا. ستيم كاي تمانية اربعة وتسعة وتلاتين اهو. اربعة وتمانين تسعة وتلاتين كويس. اربعة وتمانين تسعة وتلاتين. المفروض دلوقتي ان انا فتحت عندنا هنا الجودة اللي انا هطلع بها طبعا الجهاز المعفن اللي انا قاعد عليه دلوقتي اللي هو هنا. طلع لانيش هلا مية اربعة واربعين وتلاتين اف بي اس مش اكتر من كده. وسبعمية طيب ما عنديش كاميرا اصلا سيف استريم اقدر كمان الاستريمات اللي انا بعملها عشان بارفعها بعد كده على اليوتيوب يعني. طيب دلوقتي يعني انا هفتح استريم على شات بس. ما عنديش ايه العاب اصلا لسه. طيب خلونا كده نتست الستريم كتب لي حاجة تحت هنا بس انا مش عارف اقرب سبب الخلفية. دلوقتي خلونا كده نغار الخلفية تاني لان الخلفية للاسف مش مبينة لي حاجة. ممكن نخليها باللون الاصفر ده. تمام? وبعد كده نشوف ايه الكصة اللي هنا. بيقول لي لازم تحط هنا مية. في البيت ريت. اه لازم اكتب البيت ريت. هنا. خلونا كده نتست الستريم بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بك يا شباب. معكم النهاردة يا برويان. اه اول ليا ان شاء الله تكون فتحة خير بازن الله يعني. ان شاء الله يكون احلى في الدنيا. زي ما انتم شايفين كده. حالة تعبانة خالص يعني. ومحتاج فلوس عشان نشتري الجهاز جديد. عشان اطلع كويس. بيقول لي مفيش ولا واحد اتفرج على الاستريم. اكيد طبعا يعني. وانا طالعي هنا اهب بيه اصلا على الاستريم. تمنمائة اتنين وستين. مش نافع. تصدقوا جالي فيه هنا. وعندنا هنا تلاتة بيتفرجوا عليها. بتتفرجوا على ايه? والله العظيم بجد. وما فيش حاجة اصلا تفرجوا عليها. المفروض دل الوقت ان انا فتح سطح المكتب. مش عارف ده ايه اللي بيجي لي الصراحة يعني. بيقول لي يعني اتكلم في الشاتق او حاجة زي كده. بصوا الناس هنا بتكتب لي اه جماعة والله لسه اول مرة يعني هطلع وكده بالجهاز المعانفن ده. اعزروني يعني شوية كده ونتطور بازن الله. المهم ان انا طلعت استريم والمهم ان انتو شفتوني يعني. واحد بيقول لي هنا اصلح الدروب اللي عندك ده. حاضر يا ستبعتلي فلوس انا اصلحه لك عبر. خلونا كده ننهي الاستريم بتاعنا. لحد دلوقتي جالي تلاتة فولور. والله العظيم يعني. بتترخركم بصراحة يعني. نوقف الاستريم. كده كفاية. تمام? انا مش عارف بقى الكروت اللي عملك جلي دي ايه بالزبط يعني. طيب خلونا كده نطلع للراجل اللي بيبيع الايس كريم بره هتلى باشر ايس كريم بعد اذنك معلش. بيقول لي مفيش فلوس معك في المحفظة. طب كده عن هوقف حلقة النهاردة على كده. لو انت عايزين نكمل في السلسلة دي. بتبولي تحت في الكومنتات. وما تنسوش بقى لايكاتك الجميلة. ويا رب تكون عجبتكم حلقة النهاردة واستمتعتوا بيها واشايفكم على خير بحلقة جديدة بازن الله. سمع عليكم.